عندما كنت في جزيرة مدغشغر عايش هناك في داخل المركز من مراكزنا بنيت بيت وانا وزوجتي عايشين ناك اشتريت سيارة بكب لتنقلاتنا الدعوية واليوم اللي اشوف اهلي في حالة نفسية يعني ما هي مريحة اروح اجيب يتيم من الايتام وخلي يتقدم عانا واللي يتعشى معانا والله يدخل السرور الى قلبنا بشكل ما يعلم فيه الا الله سبحانه وتعالى يوم الايام جبت يتيم من ايتامنا اسمه اليتيم فاروق هذا اليتيم فاروق جاء من قرية ليس فيها مسلم واحد وامه وابيه غير مسلمين وجبنا طبعا باهل جابوا عندنا ودخلنا في المركز واذكر انهم اتعبوني جدا في قضية حفظ القرآن اطفال صغار ويجب انك ما تحاول تسحبهم بالقوة حتى يفكروا بطريقتك وحتى الفاتحة ما كانوا يقدروا يحفظوها ولا قلوه الله احد بعدين رحت جبت تيل الزجاجية الصغيرة اللي يدعبون فيها الاطفال وقلت اي واحد يحفظ صورة من الصور اعطي تيلة اللي صورتين اعطي تيلتين اللي ثلاث وفجأة خلال اسبوعين عدد كبير منهم حفظ نصف جزء عمه بفضل الله ثم بفضل هذه الحوافز طبعا حوافز على مستواهم وبتبكيرهم واليتيم فاروق هذا يوم الايام خرجنا للدعوة انا واهلي وعنا داعية يترجم لنا وفجأنا في قاعد في القرية تحت شجرة وعمره هو ست سنوات وكان حول مجموعة حوالي 15 شخص رجال كبار وهو يعلمهم مبادئ الاسلام لم نصدق اعيننا ان طفل عمره ست سنوات ويعلم ناس كبار فجلس معاهم وكلمناهم واربع من الموجودين اسلموا حالا والبقية قالوا تكون بس شوية نفكر واضح ومقتدعين بان الاسلام هو دين عظيم ونريد ان نسلم ولكن دعونا نفكر ونستشير اهلنا ونستشير كبار القرية ثم ندخل في الاسلام مسكت اليتيم فاروخ دعيت عندنا في البيت لما رجع وقلت لانت ليش تقع تعلمهم الاسلام فقال انا اذا رحت للجنة ما قال لا عرب وانا ما عارف عربي فعايز يروحون معاي ناس من قريتي حتى استانس معاهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر